قصة مشهد المحلبي اللي انتشر بطريقة ساخرة جدا على التواصل الاجتماعاتنا ولفى البيجات بطريقة يعني احنا ما قبلنا عليها لكن احنا نعرف انه الرسالة الانسانية من هذا المشهد يعني احنا يمكن نقول اذا احد يسافر من عندنا نقول له بعد اليوم من يطبخنا يعني اكوكوا هذه الرسالة الانسانية شون واجهته الهجمة السلبية او الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي شوف احنا نظرنا لها بشكل ايجابي الشعب تحس الشعب العراقي كلش مكبوت يعني شعب مخزن فبس يردون يلزمون لهم شغلة حتى يسوون منها فكها حتى يضحكون تتوقع يفكها لو سخرية ما اعتقد بها اي سخرية لانه هم الناس العامة لهم احنا يعني بسم الله اكو شخص يعني انا رح اسافر انا متعودة انا صوت العالي بالبيت الحركة الاسوي جول اضحك المدري شنو فمن اسافر عادي جدا ماما تخبرني منو هسه رح يضحك بالبيت صوت مينو رح اسمع اخت تخبرني اليوم ويا منو انا رح اتناقر فهذا شي طبيعي احنا ليش ناخذها من باب سلبي سخرية ونحكم على المجتمع ونعصب ومعارف شنو لا لا يعني انا اليوم سماعتها يمكن عشرين مرة مسوي لنا محلبي مسوي لنا محلبي اختتها برحابة الصدق بالعكس قلت لك الشعب جدا مخنوق يعني دا يدور لي على حجة بسيطة ان يعبر او يضحك او تكون مثلا حجة حتى يسوي بها فكاهة احنا ليش نباوعلها على انها سخرية وقلت لك دائما انظر الى الكأس الممتلك من الكأس انظر الى القسم الممتلك من الكأس انظر الى منظر ايجابي صحيح وتركت الجانب السلبي خلاص وجانب السلبي ما اعتقد بي اي سخرية يعني ما عرف وممكن بعض الناس تشوفها سخرية هل هذا المشهد كان مقصود يعني هل مفردة المحلبي كانت مقصودة يعني لدوافع انه حتى تحقق مشاهدات او تجيب تعليقات هي الشى عفاوي جدا محطوط بالنص لانه اكيد يعني انت هسا اسم الله يصير عندك حادث وي شخص عزيز عليك وهذا الشخص متعود كل يوم يسوي لك دولمة بضبط فانت مرح تقول له يعني انت تتشجع وانت تتحافزة وانت بتتعاتبى انت ليش شي راح يسوي لي سحي اذا نجاح العمل مهما كانت الاشياء النجاح العمل وحققت انتم الابطال والكثير من بنان صالح كانوا متواجدين بهذا الاستيديو ليالينا كان الأقرب لبنات صالح جدا وصاروا أصدقاء البرنامج وإن شاء الله نبقى نتابع محطاتكم ونجاحاتكم القادمة